مع بداية العام الجديد 2019، نقف قليلاً لنستذكر شريط ذكريات مليئاً بالإنجازات والأحداث المميزة شهدتها جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا خلال العام 2018. وإليكم ملخصاً لأبرز الأحداث. استهلت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا خلال شهر يناير أولى فعاليات العام 2018 عام زايد بزيارة وفد من الجامعة لجامع الشيخ زايد الكبير وضريح المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل مهيان. طيب الله ثرع تخليداً لذكرى القائد المؤسس. ومنافسات علمية وثقافية تميز بها شهر فبراير بإطلاق الموسم الرابع من مسابقة التميز الثقافي لطلبة المدارس. وسجل مارس حضور أكثر من 90 باحثاً وأكاديمياً في ورشة العمل الإقليمي الثالثة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس تحت عنوان أفضل الممارسات للتخطيط والتقييم في التعليم التجريبي. وفي حفل استعراضي ضخم كشف الستار في إبريل عن الطلبة الموهوبين خلال يوم المواهب الأول من نوعه في الجامعة. وشهد شهر مايو اهتماماً خاصاً بأصحاب الهمام. تم توثيقه بعقد مذكرة تفاهم بين جامعة العين ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة. وإنجاز أكاديمي جديد سطره يونيو في تاريخ الجامعة بطرحها برنامج باكالوريوس العلوم في الهندسة المدنية. وتلاه الأضخم في يوليو بإنجاز ثمانين بالمئة من أعمال مشروع توسعة جامعة العين بمقرها في العين. أما في أغسطس وفي ظل الإنجازات المتتالية لم تنسى جامعة العين بأن تكلل جهود المرأة بتكريم متطوعات فريق فخر أبو ظبي التطوعي. بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لتستكمل مسيرة النجاح الأكاديمي في سبتمبر بطرح مصاري إدارة المشاريع وإدارة الرعاية الصحية في برنامج ماجستير إدارة الأعمال. أما الحدث الأبرز والأكثر أهمية فقد شهده أكتوبر الذي رسخ في الذاكرة ذكريات لا تنسى خلال حفل تخريج دفعة عام زايد برعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح. وتوالت الأفراح واللحظات الجميلة في نوفمبر ضمن احتفالات اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة. وفي ختام العام شهد ديسمبر توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة دكا في بنغلاديش لتعزيز أواصر التعاون والبحث العلمي لتختتم بها جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا العام 2018 بإنجاز جديد يضيف إلى رصيدها الأكاديمي. بهذه الإنجازات تطوي جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بفخر صفحة مشرقة من تاريخها الأكاديمي للعام 2018. وتفتح صفحة جديدة ناصعة تستعد لتسطر المزيد في العام 2019. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة